ولكن انا قلت الكلام الحلوة هو عشان الناس تفرح والناس تنبسط و انا فرحان بالنتيجة لكن الحقيقة اللي يشوف المطش يتأكد انه من اسوأ اسوأ المباريات اللي لعبها منتخب مصر من فترة طويلة انا بقول رأيي كل واحد حر انا عارف ان المحللين الاشاوس في القنوات وخصوصا القنوات الرياضية وكذا اللي هم سكتهم دايما التحليل بالنتيجة ما بيبصوش على اداء وما بيبصوش على البتاكتك وبصوش على البشاكل وبتاع كسبنا طنطن واحتفل وغني وبتاع خسرنا قطع وخلاص هو المحلل الابو نتيجة بيشتغل كده انا ما بيشتغلش كده انا قلت هول نتيجة ممتازة والحمد لله رب العالمين وانطلاقة هيلة لكن لا المطش النهاردة بين لنا ان عندنا مشاكل كتير اوى 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 حج فيتوريا المدير الفني البرتغالي المنتقبنا طبعا مدير فني ممتاز لكن مباراة النهاردة انا رأيي المتواضع ومش عارف حضراتك هتشاركوني الرأيي ولا لا توفيق ربنا اولا وثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا هو السبب مش قوة اداءنا مش جدية لعبتنا مش التزام لعبتنا مش الخطة الموضوعة مش اي حاج توفيق في توفيق الحقيقة تحس من بداية المجموعة وبداية التصفيات دي ان ربنا كده عايز يصرف لنا التأهل يمنحنا التأهل ابتدت ان احنا وقعنا في مجموعة لو احنا اللي مختارينها بأيدينا مش هتيجي كده فيها بوركينة فاسو وغنيا بيسا وجيبوتي وسيراليون يعني حاجة اللي هو ما صلى عن نبي اللوز العنم اللوز العنم ثم يجي الاتحاد الافريقي يسايل لك اكتر ويقول لك ان اربع فرق اربع فرق من الستة اللي معاك في المجموعة مش هيلعبوا مطشتهم على اراضيهم عشان ملعبهم غير مؤهلة ومجهزة فهيلعبوا في ارض محايدة زي ما لعبنا الارضة مع سيراليون مطشنا مطش سيراليون بس لعبنا في ليبيريا فكمان اربع فرق مش هتلعب في ملعبها فاحنا بالنسبة لنا كا اننا مش هنالعب بره ارضنا خالص تالت الحاجات الهدايا الربانية ان كل الفرق اتعدلت في الجولة الاولى كل الفرق فبالتالي بقيت انت من الجولة الاولى الوحيد اللي معاك ثلاثة بونت وكلهم معاهم بونت واحد والنهاردة بقيت ستة بونت ففرقت جدا رابع الهدايا واهمها ان النهاردة ربنا سبحانه وتعالى لقى فرقة سيراليون هي اللي متسايدة المطش وهي اللي مهاجمة وهي اللي بتضع الفرص والشناوي ما نفذمتش بامتياز في يوم جاي في الديع حاجة وثلاثين من الشروط الاول ويخلي لعيب سيراليون يرفع رجله ويخبط حمدي فاتحي بدماغه في رجله برجله في دماغه فالحاكم المحترم جدا جاك جاك ندالة محترم جدا اما طلع له كرت احمر فخلص كمان على فرقة سيراليون وخلى الشوت التاني نزهى بالنسبة لنا 11 ومتقدمين وكون التاني حتى ما يخشش يعني تريزيجي لعيبها وحش فخبطت في رجل الباك وطلعت لوب كده من فوق الجون ودخلت كور دي عادي جدا انها تضيع لكن دخلت عشان ربنا عايزة تخش فتحس كده انه المستصفيات والمجموعة والمطش بتاع النهاردة كله هدايا ربانية بس الهدايا الربانية ده معناه توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى بس ده ما يخلناش نعترف ان احنا النهاردة عملنا مطش سيء لو بصتوا لو بصيتوا على احصائيات المطش او حد فيه كشاف المطش تاني بالليل على رواءة او على السمري ملخص المباراة حيكتشف انه المباراة تميل جدا لصالح سراليون هم اللي بسكين كورة وهم اللي وصلين للمرمى وهم اللي بيضيعوا انفراضات وهم اللي بيضيعوا فرص بقول لكم المباراة رغم ان احنا كسبانية تن صفر لكن اكيد انا متأكد ان ما نفذمتش رجل المباراة ومحمد شناوي مطلع تلت اربع تجوان حقيقيين منهم انفراضين صريحين لو لاهم كانت المباراة قلبت ولولا الطرد اللي حصل للاعيب السراليون في الشرط الاول في الشرط الاول كان زمان عانينا جدا 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 في الشرط التانية ده بعد الطرد كمان سراليون مضايعة جولين تخيلوا انا عارف والمباراة هتطلع طبعا ما عارفش بقى هتطلع من الجهاز الفني ولا من الاشاوز بتو اتحاد الكورة انا عارف انه اللعيبة لسه لعبة مطش من 3 ايام ماشي وانه ارضية الملعب سيئة جدا ومنت النجيل الصناعي اللي السيطرة على الكورة فيه صعبة جدا وان الرحلة كانت طويلة وشكة واستمرت 9 ساعات ماشي ومع كل ده ومع كل ده ماينفعش اداءنا يبقى بالتهاون ده اللعيبة نازلة النهاردة المطش تحسنا مش عايز تلعب تحسنا عضبنا المكسب انه حيجي في اي وقت هو الحمد لله انه يجي في اي وقت بس ده كرم من ربنا مش اجتهاد من اللعيبة ده كرم من ربنا ومش اجتهاد من اللعيبة فبصراحة الجهاز الفني لازم يراجع حساباته النهاردة صلاح لمسته سحرية صحيح بس كانه مش موجود ما بيتحركش وخايف على رجله جدا وما بيلتحمش وما بيعملش سبرينتات وما بيعملش اي حاجة وطبع ارضية الملعب دي الخبطة فيها غلط جدا ودبت الرجل فيها مشكلة وبتاعه فصلاح اللي هو من اول المطش عدي يا ليلة عدي يا ليلة عشان بس ارجع ليبر بول سليم وحقه على فكرة حقه مقدرش اللومه النهاردة بقيت الفرق محمد عبد المنعم وعلي جبر بيلعبوا على الواقف وهم بيتدلعوا حتى نص الملعب النهاردة كان فاكك فاكك منتخب سليم في شط الاول مسيطر عليه بشكل كبير جدا جدا الولد من السبعة بتاعه مش فاكر اسمه ايه عمل شارع على محمد هاني هو طبعا محمد هاني بيتعمل عليه شارع من اي احد بس كمان النهاردة عمل شارع ايه صحراوي على محمد هاني بقول لكم الطرد جه في وقت طفى المواتير طفى المكان بتاعت منتخب سريليون وخلى منتخب مصري يتنفس ويعرف يبقى متطمن شوية على المباراة واحنا كمان نتطمن على المباراة لكن ده والمشاكل الفنية دي والدفاعية دي مع فرقة كبيرة والتوفيق مش حيبقى محلفك قوي كده لا احصل لك مشكلة وانا بقول هذا الكلام مش عشان تصفيات كاس العالم انا بقول لكم انها سهلة وحتى بقيت لاربع ماتشاط ولا الست ماتشاط اللي فضلين مش مكن كم ماتش سهلين انا بقول هذا الكلام ليه لان احنا في يناير اللي جاي خلاص فاضل اقل من شهرين عندنا معترك ناري كأس الامم الافريقية اللي هتتلاعب في كوندفوار ساحل العكس سابقا عندك بقى الجزائر والمغرب وتونس وكوندفوار نفسها سنة ستنها اول مبارح كسبة فرقة مش عارف ايه 9-0 فعندهم جيل جامد جدا واضح انهم بيحضروه لكاس الامم وعندك طبعا السنغال وعندك فرق بقى مش هتهزر معاك زي سيراليون والجيبوتي والفرق دي فلو عندك المشاكل الدفاعية دي والتغييرات في الفرقة لو وقعت الرتم كده لا لابع عندنا مشكلة ديبقى معناها ان البديل مش على نفس مستوى الاساسي ماتش من 3 ايام اللي يشوفوا فرقة وتاكتك طبعا جيبوتي يعني مجاتش بس في النهاية شكل الفرقة حلو النهاردة شكل الفرقة وحش وقفتهم غلط وتحركاتهم غلط والجرينتا وال كل حاجة مش موجودة ماقولكم النهاردة كرم من ربنا وحده بفوز مطمئن لكن دون اداء ودون مستوى كل التحية لمنتخب سيراليون المتواضع المستوى جدا على مستوى التصنيف والتاريخ لكن على مستوى الفني لا النهاردة تفوق عليك نفاعا وهجوما ولولا التارد كانت تتيجة المباراة هتروح في حدة تانية اقول قولي هذا من اجل الامانة الموضوعية ومش من اجل تشويه الفوز لكن من اجل ضرب جرز الانذار لل مش لاتحاد الكورة طبعا اتحاد الكورة انتوا عارفين انا رابي طبطو للجهاز الفني روي فيتوريا ومساعدي خلوا ملكه مش كل مرة تسلم الجرة مش كل مرة التوفيق يبواقف معك اوي كده تمام